اعلنت القيادة المركزية الامريكية توجيه ست ضربات جوية في مناطق وسيطر عليها الحوثيون في اليمن اصفرت عن تدمير غواصة مسيرة وثمانية عشر صاروخا مضادا للصفن وكانت الحكومة اليمنية علنت مقتل احد عشر شخصا على الاقل واصابة اربعة عشر اخرين في غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مناطق في غرب اليمن من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين ان الجماعة استهدفت الميسفينة الامريكية بينيوكيو في البحر الاحمر بعد بعدة صواريخ والحقت بها اصابات واضاف ان الجماعة سوف تصوعد عملياتها خلال شهر رمضان